تحياتي جميعا ان شاء الله كلكم بخير وبتمنىكم تكونوا بخير طبعا هذه الدردشة بعد مباراة برشة لو نوصلتها فيجو فكرت بعمل حلقة ولا نطلع لايف قلت خلينا نطلع لايف خلينا نطلع لايف اليوم لانه كل شي حنحكي اليوم حيتغير بكرة لما يبلش يعني غارديولا زي ما الناس بتحب تتمنى يكون زي ما يبلش تشافي طبعا رحيتغير كل شي فلو شو ما حكينا ايجابيات سلبيات تحركات تمركزات كله ممكن يتغير بكرة فقلت خلينا اطلع ندردش مع البرشلونيين بدردش البرشلونية بعد حلقة اليوم يعني نشوف شو ممكن نحكي عن الموضوع واهم شي نبدأ في اللي صار اليوم شوط اول مثالي جدا ثلاث سفر جميل شوط ثاني اسباس برجع الموضوع ثلاث تلاث بالنسبة انه بتعرفوا هذا الصور اللي بتنزل بالصفحات وهذا الخيال والواقع كيف الناس بتخيلك كيف واقعك هذا اللي حصل اليوم اللي حصل اليوم ثانيا هذا الشوط الاول امنيات ياريت نشوف برشلونة هيك الشوط الثاني هو واقع برشلونة الفريق اللي اي حدا بيلعب معاه بحدة اي حدا بيلعب معاه بسرعة اي حدا بيلعب معاه بقدرة بدنية بلاياقة بدنية عالية هيغلبه هيعذبه تشوف هدف ثالث اهم لاعب في سلتفيجو واللاعب اللي كل مباراة بيجيب فيه جول اسباس واقف لحاله بشوت بدون مراقبة اي باخر اي باخر اي باخر دقيقة متخيلين انتو شو التفكير عند هدول اللاعبين متخيلين تركيز لعبين برشلونة متخيلين رغبتهم بالفوز قد بيش مش موجودة هذا هو وضع برشلونة ببساطة هذا هو وضع برشلونة ببساطة تشابي اليوم اللي صار عشان الشوت الاول كان هيخلي سير جبل اخوان يطلع البطل الاسطورة وشوف تشابي يبلش بصراحة اللي صار في شوت ثاني لمصلحة تشابي ليش لمصلحة تشابي الناس شافت الواقع لو طلعت الناس بتلات سفر وبكرة تشابي بيّن الحقيقة في شوت ثاني من اول مباراة كان الناس حتبلش تقول اي لو خلينا هداك وبتعرفوا انتو طريقة الاعلام فاللي حصل فعليا اللي حصل فعليا هو الواقع في شوت ثاني انو نعرف قديش مهمة المدرب اللي جاي صعب كتير هذا الفريق من هار من هون من جوا من الذهنية من الراحة الحالة اللي هون وهدي اصعب شي تصلحوا في كرة القدم لعيبة بتغيرهم بس لو لاحظتم اخر فترة برشلون كان عم بغير لعيبة بس مش عم تتغير الذهنية لانو الذهنية لعلاقة بالغالبية اللاعبين الموجودين فهونا الحل وهونا الصعوبة اللي حيحاول يشتغل عليه تشابي مهمة صعبة جدا 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 بالنسبة لأياغو اسباس بيقولوا لي هذا مارادونا الناس انا اياغو اسباس من اللاعبة اللي معسلته فيه وشفت منه شي خرافي رهيب ولحد الان بصراحة يعني للأسف عمره كبر كتير خلص سارة 34 كان نفسي اشوفه مع فرق بتنافس او فرق بتحب بتنافس او فرق بتحب توصل لا مش ريال مدريد برشلون يعني اتلتكو مدريد فرق ايطالية بتحاول تجيب القاب لانه فعلا امام المرمى لاعب ممتاز جدا 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 لاعب ممتاز لاعب بحبه لاعب من اللاعب الكثير هذول العبت الاندي الوسط اللي بتتمنى لو جربناهم على شي اعلى طبعا بالنسبة لتخصصه في برشلون في كثير لعب تحب اسباسي اللي ما بيعرف هو ناشئ لا متوقع له سورة سوبر سوبر ستار يعني في كلة القدم وشباب فبظل هاي المباراة اللي بتذكروا بتلك الايام بذلك العز لما كان الكل يتوقعون طبعا بالليس بقلوني عن فاتي حتى الان الاخبار كلها بتقول اصابي شهر للأسف انا بحب فاتي لكن اصابي شهر يبدو الاصابة مش سهلة هيك كل التسريبات الان بس بكرة الفحوصات يعني يوم الاحد او حتى اعتقد يوم الاثنين لانه الاحد عندهم ما حيكونوا فاضيين فعطلة فاعتقد الاثنين فبس اللي بحكولي اسباسي استحقنا ندي اكبر نعم لكن فاتي الاوان يعني في واحد بقول لو ما سجلنا ويخسرنا كان احسن لانه الموضوع صار بيقهر اعتقد ان لسه بحكي اللي صار اليوم كويس انه بورك الواقع سيئ كنتيجة لانه اليوم لحط شوية تعليقات عن الناس وانا بحكي عنه برشون لازم يخاف من دور الابطال لا لا ما تخافش حيتأهلوا دور الابطال حيتأهلوا دور الابطال لا مش حيتأهلوا دور الابطال لانه بنافس فريقين اولا معروفين بيعرفوا يجيبوا النقاط الريالة وقتلتكم هدول انسوهم واثنين تانيين عندهم عمق كويس بالتشكيل هالمرة شبيليا وريالسو سيداد ولما يصير بينهم فرق ثمن وعشر نقاط مش سهل يتخلص العشر نقاط لانه ظل فعليا ثلاث ارباع الدوري مش الدوري كامل شي تاني مهم شبيليا يبدو انه عم بيطلع من دور الابطال فحيركز بالدوري فحيكون عنده اريحية اكتر الخصوم لما يلعبوا ضد برشلونة تشافي حيغلبوه اكتر من ما يلعبوه ضد ريالسو سيداد ببساطة واحد بيقول لي السبب كومن ظلم كبير جدا ظلم كبير جدا بتقول كومن ظلم كبير المشكلة متراكمة متراكمة جدا من كومن لاخر سنة في فالفيردي لادارة سيئة اولى لادارة سيئة او ادارة مش منطقية حتى الان ليش يسميها سيئة ادارة لابورتا حتى الان غير منطقية فتراكمت الاخطاء تراكمت الهفوات صار عندنا هذا الفريق الان الناس كثير تيجي تقول جافي ونيكولاس جونزالس وإرق كارسيا للعلم في خطأ انا مش عارف ليش يعني صحفيين برشلونة اللي بيحبوا برشلونة مش يبغان كريم لماسيا لما طلعت ما ايجوا كلهم ارتموا مرة واحدة بالنادي كل واحد طلع سنة بعد سنة يعني طلعت شافي بعدين بويول بعدين طلع ميسي ونيستا بعدين طلع فلان وفلان لعند ما نجمع فريق اللماسيا ما جابوا اللماسيا كلها وزدتوها على الفريق الاول فالموضوع تدرج تيجي تحط ستة سبعة صغار مرة واحدة حصير فيك اللي صار اليوم حصير فيك مواقف اخرى وممكن من السبعة او ستة اللي بتراهم عليهم بس ثلاث اللي يكملوا هاي مشكلة المواهب او كما قال موريني يوما ما انا زي البطيخة يعني لما تفتحها بتعرف انه هل هذا اللاعب مفيد ولا مش مفيد مشكلة في الطاقم الطبي طبعا في مشكلة في الطاقم الطبي هذا جزء بس انا مش دكتور فما بقدر احكم بس في مشكلة ثانية وارخة عندي في مشكلة بدنية عند هذا الفريق فالفريق اللي لا عيبته لا جسمهم ولا معديني كويس لمباريات تسعين دقيقة سريعة وفيها ضغط هينصابوا في اعداد بدني واضح هذا الفريق بعد الدقيقة سبعين في كل المباريات تقريبا السلام عليكم بدنيا بينهار يعني بتحس اللاعب تعبوا بتحسهم بطئين بصيروا يعني بتحس في شي غلط يوسف ديمير انا بصراحة لسه مش عارف ليش شو صار معه ليش تم استبعاده ليش تم نفيه بهذه الطريقة ما بعرف اذا في اي شي بينه بين بس طريقته اقرب للعقوبة اللي عم بصير معه لانه اللاعب لما كان ينزل كان مفيد كان حرك شو اللي بصير معه ما بعرف برشلونة بدون حارس طبعا شتيجن بلعب مباريات بيكون حارس وبلعب بدون مباريات بيكون ايضا يعني بيكون مش كويس اشتيق المستوى مش ثابت هالفترة اعتقد عنده توتر عنده حالة سلبية بوصله الانتقادات الاعلامية مش مركز كثير كانت توقعاته يظلوا ينافس نوير لفترة طويلة فشل بهذه المنافسة بشكل صاحق نوير صحقه تماما صراحة وبالتالي انه نيجي نحكي بكل بساطة الموضوع راح لصالح يعني نوير فهذا الشي هزو مع برشلونة تلقى كتير منتدات هزته هذا الموضوع حاطها لا مش كرهان هاي قدامي على التلفزيون اللي بيسألوني عن يوبينتو سفيرنتينا بس في وظيفة لازم الواحد يعملها مع الناس هون وبعدين برجو اللاعب عبدالصمد ما شفت منه اشي كثير بتمنى له التوفيق بتمنى له النجاح بس حكيت في موضع متسرعة بالدفع اللاعبين الشباب للفرق الأول لأنه من هيك هيضيعوا كلهم لازم اتنين ثلاثة ولازم الباقي يتدرج فاتي اللي بيحكولي يحكي عن فاتي الكل بيعرف شو هو فاتي وقوة فاتي ومستوى فاتي ومتمييز فاتي بس كان كل الخوف لما لاعب ينصاب إصابة طويلة وتتعثر إصابته الطويلة جسمه ما يعود قادر يتحمل مباراة كل ثلاثة أربع تيام ومن يوم ما رجع فاتي عارف هو اللي بدي يلعب هو اللي بدي ينزل الآن خليني شوف تشافي طبعا يوم الثلاثاء توب فايف إلها علاقة بتشافي فاستنوها أيضا لو سمحتوا بالنسبة للإنجليه طبعا الناس لما يشوفوا إنجليه بيشوفوا معاه كوارث لكن أعتقد الآن خلص يعني صار كل اللاعبين في السنة هذا الموسم موسم كله كارثي فكل اللاعبين وضحهم سيئ في واحد بيقول لي كنت أتمنى لو ما إيجا تشافي بهذا الوقت وكلامه منطقي وكثير صحفيين كتالونيين غردوا بنفس المعنى وكانوا يقولوا إنك جبت تشافي عشان تحرق الصورة جديدة زي ما حركت كومان وكانوا يقول لابورتا مش مقتنع بتشافي بس جاب شخص يحمي من الإعلام يهد الإعلام اللي كان بلش ينتقد بلابورتا فحط واحد يحمي منهم حبوه هذا بتحبوه ابعدوا عنه وضع صعب مش سهل بس لو نجح فيه مش حالناس مش حينسوه تماما اللي بيقول لي أهديك كتابي أكبر ما يعتقدون يبعث لي على الإيميل وأنا جاهز إن شاء الله بس كوني بدولة منقدر نبعث لها الكتاب ببساطة سلتفيقو بيقولوا لي مش فريق سهل سلتفيقو مهدد بالهبوط كان اليوم سلتفيقو فريق مش سهل في الواقع الطبيعي لكن سلتفيقو السنة الماضية كان سيئ جدا والسنة هذه كان سيئ فالفكرة واحد بيقول لي تعبت من تشجيع برشلونة يعني شو أقول أنا اللي كنت أشجع اليوفي ونزلنا على الدرجة الثانية بالكاتشوبولي يعني بدك أكثر من هيك تعب أكثر من هيك فضيحة أكثر من هيك تحس حالك أنه ناديك انتهى بكرة القدم ولكن سبحان الله ورجعنا وفوزنا بتسع دوريات فطبيعة إنك تشجع فريق إنه كبير يكون مسيطر وبعدين ينزل يعني كان إلي صديق دائما بشجع بروسيا دورتمون فداما بيقول لي إنه كثير مريح تشجع بروسيا دورتمون لأنه لما يجيب الدوري بتكون كثير فرحان بس لو ما جبت الدوري وطلعت تاني وطلعت على دور 16 دور أبطال أوروبا كمان بتكون فرحان إنه عكس المشجع تاع اليوفي مثلا أو برشلونة أو ريال مدريد أو بايرين أو كذا إذا ما لمش كل الألقاب بيزعل على المباراة بيزعل على المباراة بيفوز فيها ومشتعب كويس تيزعل فهذا الموضوع طبعا الموضوع كله طلوق ونزل هذه هي كرة القدم شكرا كثير يا فاضل دائما بتشرف فيك دائما إن شاء الله شكرا طبعا ديونغ طلع قدامي تصريح له الآن بيقول علينا أن نتحسن كثيرا يعني الكل عارف إنه علينا أن نتحسن كثيرا وعليك يا ديونغ أن تتحسن كثيرا في ناس بيحكولي عن قصة الإشي اللي علقت عليه بشأن أراوخو إنه ماكسيكي وشفت ناس بيحكول أنا مش القصد كان تصيد معاذ الله أبدا أبدا أستاذ حفيظ بيعلمنا وأستاذنا لكن الموضوع كله كان له علاقة بإنه في معلومة عم تنتشر وبكرة حصير ناس تتسألك عنها فكان بسيط تذكر المعلومة الصحيحة ما منتكلم عن إنه معرفة هي معلومة أي إنسان ممكن يغلط المعلومة أنا ممكن أحكي معلومة غلط أنت ممكن تحكي معلومة غلط عادي وإنت على الهوى طفلة عادي فالموضوع من مش علاقة بالاستهداف أبدا فلما حكيت إنه هو ماكسيكي وأخوه اسمه فيلكسو بالعبش بالأرقوي فإنه طبيعي جدا فمش الهدف كان استقصادا أبدا عشان نوضح نشوف أي سؤال تحتاج جدا صفقات كبيرة هذه مسألة كمان بدها يدو برشلونة لو دخل الصيف الجاي بعقلية الصفقات الكبيرة مرة ثانية حيرجع يتورط ماليا بعد سنتين ثلاثة يعني بعد سنتين ثلاثة حنرجع نسمع نفس الأخبار لا يستطيع دفع وحيرجع يفشل لعبي اللي مطلوب في برشلونة الآن إنه يجيب لاعب واحد سوبرستار لعب واحد زي لما إجي لاعب واحد اللي هو رونالديني بتجيب لاعب واحد سوبرستار بتبني عليه الفريق بترفع المعنويات بتشوف سعيدها مستوى اللاعبين حول هذا السوبرستار بتصير تعرف لازمك مهاجم لازمك ظهير لازمك كده وبتملش تعدل أما تجيبهم ترميهم مرة واحدة شوف شو صار ببريس سان جيرمان اللي جاب لاعبي ما حصل برشلونة يعيد ما حصل لليونيتد يعني اليونيتد وضعه للعلم شوي أحسن يعني اليونيتد ماليا كان وضعه مستقر برأيك بريكي بويغ ريكي بويغ أنا بالنسبة لي حجمه الإعلامي كتير نتيجة كره كومان يعني هو مثلا لو كان هيك الناس عملته هيك عشان كومان حجمه الحقيقي الآن حيبين لما يجي تشابي يعطيه فرصة ونشوفه هل هو لاعب مفيد للمنظومة هل هو لاعب مستقر المستوى هل هو لاعب يصنع فارق ولا لا كل شي بنحكى في فترة كومان هو ظلم إمتى راح يستلم تشابي إن شاء الله تشابي حيكون يعني بعد التوقف الدولي حيكون مدرب برشلونة زي ما عرفنا ليش الحكم أعطى خمس دقائق إضافية والهدف إيجا في الدقيقة السابعة هذه مسألة مهمة جدا نكرت القلم الوقت بدل الضائع لا يعني إنه هو الوقت بدل الضائع بس يعني الحكم لما يعطي خمس دقائق في وقت بدل الضائع هذا على أساسين إنه ما يصيرش تبديلات في الوقت بدل الضائع وما يصير طبيع وقت في الوقت بدل الضائع لو صار يحق للحكم تمديد الوقت ولو كانت هجمة يحق للحكم تمديد الوقت فالوقت بدل الضائع هو شيء تقريبي وليس شيء رسمي ولو كان رسمي كان خلص هيعملوها على التوقف إنه كل شوي يوقفوا فهو تقريبي فلو صارت مضاعفات أخرى بيمد فيها الحكم منوصل لهون نهاية هذا الفيديو كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر وإنستغرام بقول لي هل يحدث لبرشرونة ما حصلوا مع ميلان أشك تماما لسبب ميلان صارت معاه ضربة نضربوا فيها كل الطليان فلا الحكومة ولا الناس كانت مركزة ولا هو قادر كانت كل المنظومة نهارت في إيطاليا نتيجة الكانتشوبولي الفرق إنه أسبانيا المنظومة موجودة في رغبة عند الكل يضل برشرونة كبيرة ربما فيها الحكومة عشان السياحة وبالتالي أنا أستبعد سيناريو ميلان نوصل لهون لنهاية هذا الفيديو أنا موجود فيسبوك تويتر إنستغرام وشجعوا يوفينتوس مع مبراتمي في رونتينا والسلام عليكم ورحمة الله